خلال الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن تم إقرار مشروع قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين في المملكة ومن أبرز ما تضمنه هذا القانون أنه يساوي بالإرث بين الذكر والأنثى بالإضافة أنه يسمح بالوصية وعليه يمكن للأنثى أن تحجب الإرث عن الأعمام وأولاد العم في حالة لم يكن لها أخوة ذكور وصرح رئيس هيئة الاستئناف لدى محاكم الروم الأرثوذكس في الأردن القاضي فارس هلسي إن مشروع القانون سيمر بعدة مراحل دستورية تبدأ بموافقة مجلس الوزراء ثم تحوله لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وينتهي بصدور الإرادة الملكية السامية التي ستعلنه قانون النافذان